قال على المنتخب في السوشيل ميديا وبالتحديد نبتدي بالاتحاد الرسمي الاتحاد المصري أو الحساب الرسمي الاتحاد المصري لكرة القدم واللي تكلم على تصرحات مستر كارلس كيريش في المؤتمر الصحفي نبقى للأسف المؤتمر ظهر بشكل يعني غير جيد من بعض الصحفيين الزملاء العزاء لكن في نفس الوقت مهم الكلام اللي قاله الراجل في المؤتمر ده أنا هتكلم فيه مع حضراتكم ونقوله مرة تانية أهم التصرحات اللي قالها يعني قال لا جديد يسكر لأن كما قلت قبل المباراة إنها مباراة صعبة للفريتين لأنها مباراة تأهل لكاس العالم ونجميل تعلم ذلك جيدا بالطبع كان المنتخب السنغالي فرص التسجيل من فرستين مؤكدتين ويمكن أكتر بصراحة وهذا أمر طبيعي للغاية كما أن هناك فرص للتسجيل أتيحت لنا وفي نفس الوقت ألف النهاية اللي عاوين يستحقون الفوز ويستحقون التحية على ذلك ده أمر مؤكد 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 لأن أنت إمبارح حقاقت جزء من المطلوب إنك تكسب وما يدخلش فيك أهداف ده كان أهم شيء بصراحة فبالتالي كل التحية طبعا للعبين قال كنا الفريق الأفضل وأصحاب الفرص الأكثر مش متطفق معاه في الجزئية دي أوي لكن في نفس الوقت أوكي سنبدأ الاستعداد للمبرارة القادمة وبالمناسبة يا جماعة مش أهم مقالس نحيب الأفضل والله يعني مش مهمة حاجة مش مهمة يعني عنديش مشكلة يبقى وحشين جدا بس نكسب هي مطشطة اللي زي دي كده أنت عارف إمتى تبقى عايز تبقى حلو وكلام ماذا بطولة مثلا بنفس طويل زي بطولة الدوري كده الفرق بتاعتك الفرق اللي بتشجعها قا تستنى منها أداء ونتائج وكلام منه لكن انت بتلعب مطشين يأهلوك كاس عالم أو يخلوك تستنى أربع سنين عشان تروح كاس عالم تاني ويعالم ساعتها اللي ممكن يحسن فبالتالي مش مهمة خالص نبقى أفضل المهم أن انت تكسب وتصعد فده أمر غاية في الأهمين الآن سنبدأ الاستعداد للمبرارة القادمة أهم تصريح بالنسبة لي قاله أن بالنسبة لي هو يعني أن ما زالت النتيجة سفر سفر أن احنا ما أكسبناش فيجب أن نذهب إلى سنينجال ونقاطل من أجل التأهل إذا كنا قاتلنا هنا فسوف نقاطل أكثر فيه دقار وده أمر إن شاء الله مؤكد ومنتظر من العيب حد من الصحفين سألوا على يعني ليه فضلت عمر جابر عن عمر كمال ومش بصراحة مش دي الأسئلة تبقى مطلوبة لكن في كل أحوال ماشي قال لا أحب الحديث عن أفراد فالفريق بالكامل قد أدى بشكل جيد وهذا القرار لم يأتي من السماء بل جاء بعد عمل كبير وده أمر مؤكد لأن أكيد كل العناصر المنتخب الجهاز الفني تحديدا أكيد الشغله بشكل مكسف في الفترة الفاتت ودرسه بشكل كبير جدا مع ناصر الأنسب لها تكون متواجدة وكان الناتج لحد دلوقتي أننا الحمد لله الخطوة الأولى جيدة فقال أننا تابعنا كافة المبارات واللاعبين أكثر من مرة لاتخيز القرار المناسب محمد أبنان تم تشخيص إصابته وإحنا تتكلمنا فيها خلاص لأرى أي سبب للحزن والغضب عنده حق فنتيجة المبارات كانت الفوض على سنغال بطل لأفريقيا والذي صعد لكاس العالم العديد من المرات تمام ندرس حاليا بموقف الوينش إذا كان خلاص الوينش بر فخلاص تم استدعاء كل من علي جابر ورامر ربيعة إثنين إن شاء الله يكونوا أضافة قوية للمنتخب أعتقد إن سنغال يمتلك فريق مختلط من لعب كرة القدم وكرة السلة فهم يمتلكون نقامة كبيرة ودي حقيقة ولذلك عند استخلاص الوينش وهياس الكرة منهم فأزي شيء يدعو للفخر ماشي أعمل في التدريب منذ 14 عاما وأصعدت بالمنتخبات إلى كاس العالم دي حقيقة الرجل عنده سي فيه محترم طيب يعني دي كانت تصراحات كيروشو وتصراحات كلها يعني جيدة وعجبني أو في مؤتمر مبارح تبعت وشوفته الرجل هادي باله طويل ما تعصبش أوه على الصحفيين لكن رد مثلا يعني ردود بالشكل جيد من وجهة نظري لأن في نفس الوقت بيبقى الله يكون فعون المدربين في بعض الأحيان بيبقى فيه أسئلة ممكن تكون بتستفزهم شوية لكن يحسد على الهدوء وعلى الرزانة في الكلام وعلى الثقة اللي هو بيتكلم بيها ثقته في نفسه وكمان ثقته في عناصر المنتخد فربنا رب يوفقه بإذن الله في مباراة الإياب أمام العسم الغير